اشتركوا في القناة سريعا ممارسات الاحتجاز التعسفي والمضايقات لمنتقدي الحكومة بما يتسق مع التزامات الامارات ابان انتخابها مؤخرا لعضوية مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قالت هومن رايتس واتش ان انتخاب الامارات العربية للمجلس يتزامن مع تدهور وضع حقوق الانسان داخليا مما ادى بالبرلمان الاوروبي الى ابداء قلقه البالغي في قرار تبناه في 26 اكتوبر الفارد وبناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 251 فان على اعضاء مجلس حقوق الانسان ان يتحلوا باعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الانسان وفي هذا الصدد قالت ساراليا واتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هومن رايتس واتش بعد انتخاب الامارات لمجلس حقوق الانسان فقد حان الوقت لان تحدث اصلاحات حقيقية لاوضاع حقوق الانسان داخليا ويجب ان يتزامن انتخاب الامارات لهذا المنصب مع انهاء الاحتجاز التعصفي ل63 معتقنا سياسيا وان تتخذ خطوات لحماية حقوق العمال الوفدين في شأن اخر ونقلا عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ارتفعت حسيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الى 87 شخصا بينهم 58 مدنيا من بينهم 8-10 طفلا و12 امرأة وارتفع عدر المصابين الى 638 شخصا بينهم 622 مدنيا منهم 175 طفلا و107 نساء وتشير تحقيقات المركز ان الاربعة والعشرين ساعة الماضية سقط خلال 31 مدنيا مقابل 27 مدنيا سقطوا خلال الايام الخمس السابق وما يشير الى الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال بحق المدنيين ومنازلهم المأهولة فقد سقطت عدة منازل فوق رؤوس قطنيها مخلفة قتلى وجرح في صفوفهم وصفوف جيرانهم كما وصلت تلك القوات استهدافة للمنشآت المدنية والحكومية التي تقع في مناطق مكتظة بالسكان فيما استهدفت مركبات مدنية يستقلها مدنيون مما يدلل على الاستهداف المبرمج المدنيين ومنتلكاتهم على حد قول المركز وذكرت الاذاعة الاسرائيلية بان سلطات جيش الاحتلال تقوم بتقصي الحقاق لمعرفة ان كان القصف الذي استهدف منزل عائلة الدلو الذي راح ضحيته ثمانية من افراد العائلة وهم نسان واطفال واثنان من الجيران قد نوفذ بسبب تشخيص خاطئ واضفت الاذاعة بان القصف كان يستهدف ناشطا في كتائب القسام تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف وراء اطلاق القضائف الساروخية باتجاهها وهو تبرير غير اخلاقي وغير انساني ويؤكد على نوايا الاحتلال المسبقة في استهداف المدنيين ومنازلهم نقلا عن شبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اجلت المحكمة العامة السعودية بجدة محاكمة احمد الجيزوي للخامس من ديسمبر المقبل للاستماعي لرده على الادلة والمستندات الجديدة التي قدمها المدعي العام والتي وصلت الى 17 وراء وكانت المحكمة قد استمعت الى اقوال شهود الواقع الست اربع من ادارة مكافحة المخدرات واثنين من جمالك مطار خالد بالرياض وقام ياسر العلواني المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة بالتشكيك في شهادة هؤلاء الشهود مؤكدا قيامه بكتابة الرد القانوني على القرائن والادلة في الجلسة التالية كانت المحكمة العامة بجدة قد استعنفت التحقيق مع الجزاوي يوم الاربعاء الرابع عشر من نومبر 2012 الاستماعي لشهادة شهود البناء على طلب القاضي من المدعي العام بهذا الخبر عزيزي المشاهدين إذا نصل إلى نحاية نشرتنا الحقوقية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء